اشتركوا في القناة بإذن الله نبدأ أول شيء بالنقاط اللي سنتعلمها اليوم بإذن الله المقارنة بين قوة الزلزال وشدته استناداً لقياسات المختلفة وهذه تكلمنا عنها بشكل سريع الدرس الماضي لماذا نحتاج إلى ثلاث محطات رصد لتحديد مواقع المركز السطحي للزلزال وذكرنا هذا سابقاً أنه يوجد على الأقل ثلاث محطات لماذا على الأقل؟ وذكرنا أنه نحن تتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم وهو درس اليوم بإذن الله تعالى وأيضاً سنتكلم عن وصف أحزمة زلازل الأرض وهذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي ولكن على عجالة على أساس أننا اليوم إن شاء الله بإذن الله سنتكلم عنها بشكل مفصل أول شيء قوة الزلزال وشدته يقيس العلماء قوة الزلزال ويحددون مكانها على الخريطة باستعمال الأمواج الزلزالية نتكلمنا عنها سابقاً وهي ثلاثة أنواع الموجات الأولية ويرمز لها بي بي والأمواج الثانوية ويرمز لها بي اس والثنتين مع بعض الأمواج الأولية والثانوية يطلق عليها الأمواج الجسمية لأنها تسري في باطن الأرض والنوع الثالث من الأمواج وهو الأمواج السطحية ومن اسمها تسري على سطح الأرض أيضاً يحدث سنوياً أكثر من مليون زلزال يمكن الإحساس به ولكن لا يذكر منها في وسائل الإعلام إلا الزلازل القوية الزلازل اللي ممكن تكون مسببة لدمار كما هو موجود في الصورة اللي موجودة أمامنا أيضاً طور العلماء طرائق عدة لوصف قوة الزلزال ومن أهم هذه الطرائق اللي طورها العلماء مقياس رختر وتكلمنا عنه بالدرس الماضي على عجالة وهو مقياس عددي يقيس طاقة أكبر الأمواج الزلزالية المنبعثة من الزلزال ويسمى مقدار الطاقة هو مقدار الزلزال وتقاس قوة الزلزال وتقاس قوة الزلزال عفواً بإيجاد سعة الموجة الزلزالية إذن يعتمد في قياسها أو إيجادها على سعة الموجة الزلزالية النوع الثاني من المقياس أو ما يسمى بمقياس العزم الزلزالي وهو مقياس رقمي يشير إلى الطاقة المتحررة من الزلزال مأخوذا في الاعتبار حجم الجزء المتمزق من الأرض ومقدار الحركة على طول الصدع وقساوة الصخر إذن يأخذ بالاعتبار عدة أمور من أهمها قساوة الصخر والحركة على طول الصدع ومقدار الصدع نفسه إذن الآن أخذنا مقياسين وهو مقياس رختر وهو المعروف والمتعارف عليه ومقياس العزم الزلزالي ويوجد مقياس الثالث وهو مقياس ميركالي المعدل وأهم ما يتميز به هذا المقياس أو مقياس ميركالي المعدل وصف إذن هو عبارة عن مقياس وصفي لحجم الضرر الذي تحدثه الزلازل ومدى إحساس الناس بهذا الضرر وفي بعض وسائل الإعلام يدمجون ما بين مقياس رختر ومقياس ميركالي بين الاثنين من ناحية الدرجة والوصف لشدة الزلزال أو الضرر المقياس مقسم إلى 12 درجة تقريبا باستعمال الأرقام الرومانية للدلالة على درجة سدة الزلزال كما يلي وتكلمنا عنها بعجالة في الدرس الماضي وهي لا يمكن الإحساس به إلا تحت الظروف غير عادية يعني ممكن يمر من غير ما يشعر به أي أحد يشعر به عدد قليل من الأشخاص ويمكن أن تهتز بعض الأجسام المعلقة مثلا كانت في الأثريات الإضاءة بالسقف أو غيرها يشعر به الناس داخل البيوت اللي هو الثالث ينتج عنه اهتزازاتك التي تنتج عن حركة شاحنات ضخمة قريبة وتتوالى الوصف بالنسبة لشدة الزلزال تسقط المآذن ينقلب الأثاث الثقيل داخل البيوت قد تتهدم المباني العادية بصورة جزئية وأيضا تدمير عامل المباني هذا النقطة اللي بعدها أو الأساس اللي بعده أو الوصف الأخير دائما يقول دمار شامل تقذف الأجسام في الهواء عندما نقيس هذه 12 درجة تختلف من قياس ريختر إلى 10 ففي بعض الاثنين أو رقم واحد ورقم اثنين عادة عندما يكون في وسائل الإعلام تدمج فيما بينها لا يتكلمون عن واحد واثنين كما ذكرنا سابقا أنه يحدث سنويا مليون هزة زلزالية في العالم ولكن لا يذكر منها إلا القليل أو المدمر وبالتالي يستطيع المعدوم في البرامج التلفزيونية أن يسقطوا مقياس ريختر أو معدلات مقياس ريختر الأرقام الموجودة فيه على الوصف لمقياس ميركالي المعدل شدة الزلزال تكلمنا عنها بالأمس بعلى عجالة تعتمد شدة الزلزال بصورة رئيسية على سعة الأمواج الزلزالية السطحية ويضعف حجم الأمواج السطحية مثلها مثل الأمواج الأولية والثانوية كلما زاد البعد عن البورة كلما زاد البعد تزداد الحجم ولكنها تقل وتضعف وتقل شدة الزلزال كلما زاد البعد عن المركز السطحي للسلزال طيب بالنسبة للبؤرة والزلزال كلما ابتعدنا عنها شدة الزلزال وقوته تبدأ تضعف بالنسبة للأمواج وبالنسبة للسلزال ما السبب؟ لأن البؤرة والمركز السطحي كما ذكرنا سابقا متعامدة فوق بعضها البعض الأولى في باطن الأرض وهي البؤرة والثانية السطحية وهي مركز الزلزال السطحي فبالتالي الإبتعاد عنها كلما ابتعدنا تقل أو تضعف الموجات وتضعف شدة الزلزال تحديد مواقع الزلزال ذكرنا البعد عن المركز السطحي للزلزال ومنحنا المسافة وزمن الوصول في الدرس الماضي وتكلمنا عنها وقلنا اللي باللون الأحمر هي الأمواج الثانوية والأمواج الأولية اللي تبلون الأزرق والفرق بينها كلما ابتعدنا عن يسجل السيزمو جرام الملاحظة فقط أن هذا السجل أو الورقة هي اللي تكون موجودة في جهاز السيزمو متر إذن جهاز السيزمو متر هو الجهاز الذي يقيس شدة الزلزال وقوته أما هذه الورقة فهي اللي تكون مستخرجة من الجهاز السيزمو متر ويتسمى بالسيزمو جرام يسجل السيزمو جرام اللي هو هذا الموجود أمامنا الزمن المستغرق بين وصول أمواج P والأمواج S اللي هي الأمواج الأولية والأمواج الثانوية ويستطاع علماء الزلازل معرفة بعد المركز السطحي للزلزال بقياس الفرق بين زمن الوصول موجتين في المخطط الزلزالي زمن الوصول بين الموجتين الموجة الأولية والموجة الثانوية وكلنا نعرف أن هذه سميت بالأولية لأنها تصل أولا قبل الموجات الثانوية إذن لما نأتي للتسجيل نجد أن الموجات الأولية تسجل قبل الموجات الثانوية بفارق زمني قد يكون بسيط جدا ولكن جزء من الثانية قد يؤثر بالنسبة لنا وصول الموجتين في السيزموغرام ثم تحديد الفرق الزمني نفسه على منحنة المسافة الفرق الزمني ما بين الاثنين الفرق الزمني بين الموجة الأولية والموجة الثانوية مثلا في هذا المخطط تبلغ ستة دقائق أو ستة ثواني عفوا ثم تحدد الفرق الزمني وزمن الوصول ثم استخراج ذلك بعد الزلزال سبقوا تكلمنا سابقا أن الأمواج الأولية تساهم في قياس أو معرفة بنية الأرض لأجزاء معينة والأمواج الثانوية لأجزاء أخرى ذكرنا أن الأمواج الثانوية تنتقل في الأجزاء الصلبة فقط عندما يصادفها أي سائل لا تنتقل فيه أو تنتقل في السوائل دون الصلبة أما الأولية تنتقل في الصلبة والسوائل والغازات قد يتبادر إلينا سؤال أحيانا لماذا لا نستفيد فقط من الأمواج الأولية بما أنها تنتقل في جميع الأوساط وبالتالي نستطيع أن نعرف أين السائل وأين حدود الصلب وما فيه فائدة من استخدام الأمواج الثانوية الأمواج الثانوية تفيدنا بالنسبة لمن يريد اختصار وقت بالنسبة للعلماء الجيولوجي المتخصصين في التنقيب عن البترول لأنها تحدد لنا أماكن الغازات أماكن السوائل وهل السوائل هذه سواء الماء أو عبارة عن نفط إذن تفيدنا كثير جدا في تحديد الوقود الأحفوري بالنسبة للأمواج الأولية تساعدنا في تحديد بنية الأرض ونوعية الصخور الموجودة فيها وحتى أيضا بالنسبة للتعديد لتحديد موقع الزلزال السطحي للزلزال يحدد العلماء مواقع محطة الرصد على خريطة ويرسمون حول كل محطة دائرة مركزها المحطة ونصف قطرها بعد المركز السطحي عن المحطة مثل الآن الذي موجود عندنا فيه ثلاث محطات محطة موجودة في تبوك ومحطة موجودة في هائل ومحطة موجودة في ينبع محطة هائل تكون هي مركز الدائرة الموجود وبالنسبة لتبوك وينبع نبدأ أن نرى المناطق أو النقطة التي تتقاطع فيها الثلاثة تتقاطع الدوائر جميعها في نقطة تمثل المركز السطحي للزلزال إذن المركز السطحي للزلزال هو المنطقة التي تقاطع فيها الدائرة المركزية لكل محطة رصد وهذا هو سبب استخدامنا ثلاث محطات رصد لتحديد شدة وقوة الزلزال في المنطقة الأحزمة الزلزالية وهي الجزء الأخير الموجود أمامنا هذه الخريطة تكررت أمامنا كثير جدا وأهمها أن المناطق الموجودة بين حدود الصفائح هي المناطق التي ينتشر عليها البراكين نعم ولكن كانت تعتبر البراكين هي النشاط المصاحب الأول وذكرت لكم سابقا أنه يوجد نشاط آخر والنشاط الآخر هو الذي نتكلم عنها الآن الزلازل تنطبق معظم الزلازل في حدود الصفائح الأرضية وهناك 80% من زلازل الأرض ضمن حزام المحيط الهادي ضمن حزام المحيط الهادي الموجود عندنا الآن هنا و 15% ضمن حزام البحر الأبيض المتوسط إذن هناك تشابه ما بين مناطق حدوث البركان في حزام المحيط الهادي وحزام البحر المتوسط والآن بالنسبة للزلازل أيضا 80% موجودة على حزام المحيط الهادي و 15% موجودة على حزام البحر المتوسط وهما الحزامان نطاقات طرح الموجودة في بعض الأرض وتكلمنا سابقا عن نطق الطرح وما هي حيث تلتقي الصفيحتان معا وتغوص إحداهما تحت الأخرى إذن الفرق أن الصفيحتين تلتقيان وصفيحة تغطس تحت الصفيحة الأخرى في أول درس بالنسبة لحركة الصفائح تكلمنا ما بين حدود الصفيحة العربية وأنها تصدم مع صفيحة أوراسيا وتغطس تحتها وبالتالي صفيحة أوراسيا تزداد بالارتفاع بما يعرف بسلسلة جبال زاقلوس لو ترجع الآن لآخر الأخبار أو لأخبار الزلازل الموجودة حول العالم نجد أن في منطقة الأحواز وفي منطقة إيران تكثر ومنطقة الجنوبية بالنسبة لباكستان تكثر فيها الزلازل الموجودة وهذا هو أحد أسباب أن الصفيحة العربية تغطس تحت الصفيحة الأوراسية حزام البحر الأبيض المتوسط وهذا هو حزام البحر أو حزام المحيط الهادي طيب ملخص سريع لما تعلمناه اليوم قارننا ما بين قوة الزلزال وشدته استنادنا للمقاييس المختلفة وهي الثلاثة مقاييس التي سبق وتكلمنا عنها مقياس رغتر مقياس العزم ومقياس ميركالي المعدل وما هو فيها رقمي وما هو فيها وصفي وما هو عبارة عن شدة للزلزال أو كبيانات محددة للزلازل فيها لماذا نحتاج وتعلمنا لماذا نحتاج إلى ثلاث محطات رصد لتحديد موقع المركز السطحي للزلزال وأيضا وصف أحزمة الزلازل الأرضية وهي حزامين الأول كبير فيه نسبة 80% وهو حزام المحيط الهادي والآخر أصغر وفيه نسبة 15% وموجود ويسمى بحزام البحر المتوسط الملخص بشكل عام قوة الزلزال هي مقياس للطاقة التي تتحرر في أثناء حدوث الزلزال ويمكن قياسها بمقياس رغتر وهو الأشهر كما تكلمنا سابقا النقطة الثانية شدة الزلزال هي مقياس للدمار الذي يحدثه الزلزال لتحديد موقع المركز السطحي للزلزال نحتاج على الأقل إلى ثلاث محطات رصد للزلزال تحدث معظم الزلازل في أحزمة ضيقة تسمى أحزمة الزلازل حيث تنطبق مع حدود الصفائح قبل نختم هذه سبق وسألنا سؤال في نهاية درس البراكين وأيهما أخطر بالنسبة للبشر هل هي البركان البراكين أم هل هي الزلازل مع العلم أن الأثنان يحدثان في مناطق أو الأنشطة مصاحبة لحركات الصفائح الإجابة كالمتوقع قد يكون البركان وقد يقول البعض أنها الزلازل ولكل منهم أسبابه كلها خطيرة بالنسبة للبشر ولكن الأخطر تعتبر الزلازل لأنه لا يمكن التنبؤ متى حدوثها لأنها تحدث فجأة البراكين دائما يكون له مجموعة من الخطوات أو مجموعة من التنبيهات والإنذارات قبل عملية الانفجار وقد يكون أحد أهمها الزلازل المصاحبة للانفجار أما الزلزال يمكن تحديد مكانه ولكن لا يمكن تحديد متى ينفجر كان هذا آخر درس لسلسلة دروسنا بالنسبة للزلازل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر